كانت تصل إليه قوارب التهريب من إيرتريا ومن جيبوتي فالتوقف هذا المصدر الذي كان يمول الحوثيين بما يريدون من مواد وخاصة من الأسلحة والمتفجرات وبالتالي انقطع عنهم خط إمداد لوجستي هام الخطوة التالية هي طبعا بقية الساحل الحديدة وميدي وهي موانئ رئيسية وهامة ولكن مع إغلاق باب المندب أو السيطرة على باب المندب والجزيرة الاستراتيجية ميون المطلة عليه أصبحت فرص الإمداد ضيقة جدا والحصار شبه كامل يبقى تعز وهي منطقة رئيسية وهامة للغاية إذا تم تحريرها فسيتم محاصرة الحوثيون من الغرب ومن الجنوب كما تمت محاصرتهم حاليا من الجوف ومأرب في الشرق سيد بطرفي لماذا تأخر الحسم في محافظة تعز برأيك؟ مدينة تعز مدينة كبرى هي أكبر حتى من صنعاء في تعدادها السكاني وفي تنوع جغرافيتها الإشكالية هنا أنها تصلها لإمدادات من كل ناحية مفتوحة على البحر على الجنوب على الشمال على الشرق وبالتالي من الصعب جدا القضاء على الحوثيين فيها ومحاصرتها بشكل كامل الآن بدأت الخطوات الحقيقية للحصار والتي ستمنى عملية إعادة الإمداد في السابق كان كلما استطاعت قوات تحالف أن تهلك معسكرا أو عددا من القوات في تعز يتم إمدادهم بالمزيد من المناطق الشمالية حاليا أصبح هذا الأمر أصعب وسيكون أصعب أكثر إذا تم السيطرة على الساحل والحصار من ناحية الشمال أيضا كيف نفهم سيد بطرفي ما نقل أو نسب إلى الإنقلابيين الحوثيين ومعهم الرئيس المخلوع على عبدالله صالح بقبولهم بخطة سلام بعد أن اقترب الحسم إلى صنعاء وبين إصرار التحالف العربي على حسمهم واشتثاتهم هو التفاف سياسي على القرار الدولي لأن الحوثيون يقولون بأنهم قبلوا بالسبع نقاط التي طرحوها هم على المنفد الأممي ابن الشيخ وهي أمر مضحك فكيف توافق على شيء أنت قدمته ثم يماطلون بالإصرار على وضع آلية تضمن أولا مشاركتهم في الحكم ثم يتم مع المجموعة التي يتم تأليفها لإدارة الحكم وضع آلية للتنفيذ فهي عملية مماطلة وسببها واضح وهو الانتصارات العسكرية التي تحققت وتضييق الخناق عليهم في مناطق شمال الشمال وإذا تم الحصار بالكامل فربما تسمع عن تنازلات أكبر أو موافقة صريحة وواضحة بالقرار الأممي بدون لكن وبدون حيثيات أو شروط تتوقع سيد خالد بطرفي بشكل شخصي أن يتم الحسم العسكري في صنعاء أم سيخضع في نهاية الأمر الانقلابيون الحوثيون للشرعية ويسلموها سلما أنا أتوقع أن يخضعوا لأنهم القوات التحالف مترددة في دخول صنعاء حاليا قبل أن تؤمن الحصار حول صنعاء صنعاء أشبه بقلعة جبلية تصلها الإمتادات من كل ناحية فإذا استطعنا أن نحاصرها تماما ونقطع تواصلها مع صعدة فسيسهل سقوطها الشيء الثاني الذي يجب أن يأخذ بالاعتبار هي القبائل حول صنعاء هذه القبائل ولاءها متقلب فإذا استطعنا كسب ولاءها فسيكون السقوط محتوما وإذا لم يتم كسبها فستكون هناك مخاطرة كبيرة في الدخول على حساب الخصائر البشرية العالية فهذا ملعبهم وهي منطقة جبلية وعرة وفيها مخازن أسلحة وأنفاق تحت الأرض وخطط مرسومة لمواجهة أي دخول للتحالف شكرا زيلا لكم سيد خارد باطرفي الخبير العسكري كنت معنا من جدة في المنوكة عربية السعودية يعقد مجلس النواب الليبية المنتخب جلسة اليوم يناقش خلالها الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة التي أعلنها المبعوث الأممي ليون كما يناقش مجلس النواب مقترحة تشكيل المجلس الأعلى للدولة ومجلس الدفاع والأمن القومي كان ليون قد أعلن الخميس الماضي اختيار عضو مجلس النواب فائز السراج رئيسا لحكومة اللفاق الوطني وفتح المجبري وموسى تكوني وأحمد معتيق نوابا لرئيس الحكومة اشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل غموض بشأن مصير البغدادي زعيم داعش اترى غارة سادفت موكبه في الأممم اشتركوا في القناة